وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أحمده فهو الأول بالابتداء الآخر بالانتهاء الظاهر فما فوقه شيء الباطن فما دونه شيء كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله صلِّ اللهم وسلم وبارك عليه وبعد بإذن الله جل وعلا أقول سأعود بإذن الله جل وعلا إلى سلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان واحة العلمي وأعود إلى شرح الكتاب الطيب المبارك للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله وهو الكتاب الشيق الذي تحت عنوان تلبيس إبليس وهذه الحلقة حلقة غاية في الأهمية بإذن الله جل وعلا ولذلك أقول إن الحلقة علمية طيبة للغاية بإذن الله وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل القول فيها من أجل ذلك أقول لآبائي لأمهاتي لإخواني لأخواتي لأبنائي لبناتي إن الحلقة ليست تقليدية على الإطلاق وليست من باب الإيمانيات أو رقاق لا بل هي حلقة علمية تحذيرية من الوقوع في هذا الفكر الضال الذي سأحذر عنه والعنوان هو ذكر تلبيسه على الباطنية أي ذكر تلبيس إبليس على الباطنية وحينما أقول ذكر تلبيس إبليس على الباطنية يسأل سائل من المشاهدين أو تسأل سائلة من المشاهدات من هم الباطنيون الباطنيون قوم تسطروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض تسطروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض وهذا ما سأوضحه بين ثنائي الكلام الذي أعطيه إياكم الآن أبدأ بإذن الله جل وعلا كما قال المصنف رحمه الله بالأسماء التي سمي بها الباطنيون وإني أحذر لازال مجتمعنا من أقصاه إلى أقصاه من أدناء إلى أدناء يحمل بين ثنايا مجموعات من الباطنيين في مصر في بلاد الشام في اليمن في كل مكان ولذلك لن أتهاون أبدا مع هذا الفكر الضال لن أتهاون أبدا مع هذا الفكر الضال بل سأضرب عليه بيد من حديد والله المستعام أبدأ بالإسم الأول لهذه الطائفة الضالة المنحرفة ألا وهو الإسم الأول الباطنية لماذا سموا بالباطنية؟ قال العلماء لأنهم يدعون أن القرآن له باطن بمعنى يدعون كما أن القرآن له ظاهر له باطن وأن الأهاديث لظاهرها بواطن ومن تعلم الباطن ووصل إليه رفع عنه التكليف رفع عنه التكليف وانتفى عنه المناط أي مناط التكليف بمعنى أنك إذا قلت له تعالى فصل يقول لا ارتفع عني التكليف تعالى زكي يقول لا ارتفع عني التكليف تعالى فحج بيت الله جل وعلا يقول لا ارتفع عني التكليف وهذا من تلبيس إيبليس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولذلك أرى مجموعات متناثرة في بلدتنا هذه وفي سائر البلدان تقول للواحد منهم وقد ادعى أنه من الأولياء أو من الأقطاب أو من الأغواث أو من الأوتات تقول له يا رجل تعالى فصل يقول لا 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 أنتم أهل الظاهر أما نحن فأهل الباطن وقد ارتفع عننا التكليف ولا نسأل عنه إذن أسألك هل أنت أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم هل أنت أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بقي يقوم الليل حتى تفطرت قدما فأشفقت عليه أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات كما في الحديث الوالد في الصحيح وقالت له يا رسول الله أفليس هكذا الماتن أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيجيبها صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا هو النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير والحمى تعتريه صلوات الله وسلامه عليه ماذا جرى ما ترك صلاة ما ترك فرضا بل وهو يموت يقول الصلاة كما عند أهل السنن الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أن الله رفع عنه فرضا واحدا أبدا بل افترضها الله جل وعلا في السفري وفي الحضري في السلمي وفي الحربي في الحضري وفي البدوي وفي كل مكان وفي كل وقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا ترتفع إلا بزوال العقل ولذلك أقول إن هذا الباطنية الخبيثة الذي يدعي أنه من أهل السنة وأهل السنة منه براء وباراء يقول له ارتفع عني التكليف فصرت لا أصلي ولن يحاسبني الله جل وعلا على ترك الصلاة أقول إن فعله إفك واضح وشر فاضح لا يقول به إلا مجرم متكاسل سيطر الشيطان على لبه وذهنه وقلبه حتى أرده قتيلا لهواه والعياذ بالله والعياذ بالله الاسم الثاني سم بالإسماعيلية نسبة إلى محمد بن إسماعيل ابن جعفر هذه الطائفة التي نسب فيها إلى محمد بن إسماعيل ابن جعفر زعم أن روح عيسى صلى الله عليه وسلم اللي هو المسيح ابن مريم صلوات الله وسلم عليه زعم أن روح المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى علين بن أبي طالب انتقلت إلى علين بن أبي طالب حتى يصلوا منها إلى ماذا إلى أن علي هو الذي يحيي الموت إلى أن علي هو الذي يبرئ الأكمة وهو أن علي هو الذي يعالج الناس من الأمراض والأوجاع والأثقام وأن علي يستطيع أن يأتي بالمعجزات وبالخوارق حتى في النهاية لا يقولون بإذن الله الجل وعلا والكلام من أصله باطل زعموا أن روح عيسى انتقلت إلى علي رضي الله عنه وأرضاه ومن علي إلى من يليه من الأئمة إلى من يليه حتى وصلت سبعة أئمة هؤلاء والعياذ برب الأرض والسماء يعني سمع عنهم أسد ابن عبد الله فما كان منه إلا أن صلبهم وقت لهم وبقيت البقية تعبد أبا جعفر من دون الله جل وعلا كشأن هؤلاء الذين وقعوا في الضلال البعيد ويعبدون علي رضي الله عنه وأرضاه ويعبدون الحسين رضي الله عنه وأرضاه رغم أن علي بشر يجري عليه ما يجري على البشر وأن علي مشهود له بالجنة وأن علي هو بن عم النبي وأن علي هو زوج فاطمة لكن جعلوه إلها والعياذ بالله جل وعلا وأقول لهؤلاء أن له أن يكون إله وله بداية وله نهاية وكان يتبول ويتبرز بل ضرب حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه أن لهذه العقول أن تفكر وأن لها أن تسيطر على ألبابها وعلى عواطفها ومشاعرها كذلك الذين عبدوا حسينا من دون الله جل وعلا ويقولون آناء الليل وأطراف النهار مدد يا حسين يا حسين مدد ليس له مدد ولا لغيره مدد المدد لله جل وعلا بل هي تقال في ثلاث كما أوردت مدد يا الله اللهم مدد مدد يا رب ولو كان للحسين مدد رضي الله عنه أرضاه لذب المدد عنه القتل لا وفصل العنق إلا أنه قتل وفصل رأسه عن جسده أنا يكون له مدد مع ذلك أين العقول أين العقول لا أريد أن توضع العقول بجوار الأحذية والعياذ بالله جل وعلا هذه المسمى الثاني الثالث سمه بالسبعية هكذا السبعية والضبط كما أذكر أنا لماذا لأنهم اعتقدوا أن الأولى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السادس ثم السابع هكذا يكون الأئمة ولماذا ولأن عندهم محور الأسرار يقوم على العدد السبع السماوات سبع الأردون سبع الأئمة سبع إلى آخره والعياذ بالله وزعموا أن مناط العالم وأن مناط الكون يدار من قبل الكواكب السبعة يدار من قبله الكواكب السبعة ولذلك سموا بالسبعية المسمى الرابع البابكية هكذا الضبط يا جماعة وليست كما أراها في الكتب البابكية أبدا البابكية نسبة إلى بابك الخرمي هكذا الضبط كما أنطق بابك الخرمي كان بن زنا كان هذا ابن زنا كان بابك أكررها كان بابك ابن زنا والعياذ بالله جل وعلا هذا المجرم كان سفاحا هذا البطني القبيث زبح من المسلمين ثمانين ألفا زبح من الموحدين من الرجال والنساء والأطفال ثمانين ألفا انظروا ورغم ذلك تبعه الناس وجعلوه والعياذ بالله أشبه بإله من دون الله جل وعلا هذا المجرم قلت ذبح ثمانين ألفا من الرجال والنساء والأطفال من الموحدين صارت له جيوش عدة إلا أنه قهارها في مناطي أذربيجان وغيره هذا المجرم العطل فعل أفعالا ما سجلها التاريخ إلا لمثله هو هذا المجرم أحل الحرام وحرم الحلال والعياذ بالله جل وعلا بل إنه كان يرى زواج الولد بأخته وزواج الولد بأمه إلى آخره هذا المجرم كان إذا سمع عن امرأة جميلة أو عن فتاة جميلة سلبها حتى ولو كانت متزوجة ثم يقوم بذبح زوجها هذا المجرم عجل زى المسلمون عن السيطرة عليه لماذا؟ لإجرامه ولموت قلبه ولكثرة أتباعه إلا أن المعتصم سير له جيشا جرارا أنفق عليه الملايين لا أقول الآلاف الملايين من الضراهم الذهبية هذا الجيش الجرار كان هناك يربط من أذربيجان من جبالها إلى منتغاه إلى بغداد هذا الجيش الجرار لما اتجه إليه قاتلهم قتالا عنيفا إلا أن المسلمين بإذن الله انتصروا عليه وكان انتصارا ساحقا فوقع في قبضة الموحدين ووقع أخوه المجرم أيضا في قبضة الموحدين وأتي به إلى المعتصم فلما أدخلوه على المعتصم قال له المعتصم سنفعل بك الأفعيل قال ستراني صابرا ثم نظر إليه أخو وقال يا بابك إنك فعلت أفعالا لم يفعلها أحد فاصبر اليوم صبرا لم يصبره أحد قال سترى صبري قال سترى صبري وهو على الباطل وهو على الإجرام وهو على الآثام وهو على العصيان قال سترى صبري حينئذ قال المعتصم اقطعوا رجليه واقطعوا يديه فقطعوا رجليه فأمسك بالدم ومسح وجهه ثم قطعوا يديه فنظر إليه المعتصم بعد إذ قطعوا يديه وقطعوا له رجليه قال لما مسحت وجهك بالدم أجزع انت خايف أجزع هل جزعت منا هل خفت منا قال لا ولكني مسحت وجهي بالدم لأني أعلم أن دمي سيسيل من قدمي ومن يدي فيصفر وجهي فأخشى أن يظن الناس وأنك تزفني بين الناس جميعا أن يظن واحد منهم أني خائف واصفر وجهي فأردت أن يحمر وجهي حينئذ قال مزقوه فأخذوا في تمزيقه وهو لا يجزع ولا يتأوه ولا يتألم قال افصلوا رأسه عن جسده بحق كان شيطانا ففصلوا الرأس عن الجسد وكذلك فعلوا بأخيه ثم أحرقوا الجثتين النجستين والحمد لله الذي أراح العبادة والبلاد من شر هذين المجرمين هذا هو المسمى الرابع كما ذكرت أما المسمى الخامس المحمرة وليست كما هي مضبوطة في بعض الكتب المحمرة أو المحمرة خطأ المحمرة بالتشجيد مع الكسري على الميمة الثانية المحمرة لماذا سموا بذلك؟ لأن هؤلاء كانوا من المحبين لبابك لعنة الله عليه فلما قتل بابك وقد مسح وجهه بالدم ما كان منهم إلا أن صبغوا ملابسهم ووجوههم بالدم ولذلك سموا بالمحمرة وهذا هو الاسم الخامس الاسم السادس القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط هذا الدرس أو هذه الحلقة اجعلوها بحلقات فهي ممتلئة بإذن الله بإذن رب البريات بالعلم للتحذير من هؤلاء الأشقياء لأني سأوضح الأمر أكثر وسترون قلت القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط وكان هذا مجرما وكان مغفلا وهذا كان غبيا وكان حاقدا وكان متعجلا للشهرة متعجلا للمال أضله أحد المجرمين ولذلك بث إليه الفكر هذا فكر الباطنية وأخذ عليه العهد في ذلك فأفسد وأحل الحرام وحرم الحلال وكان من نسله مجرم مجرم عطل في الإجرام هو أبو سعيد لعنه الله الذي ظهر في سنة 86 ومتين ركزوا معي في دي بقى أهو حمدان قرمط حمدان قرمط المجرم جاء من نسله أبو سعيد بديت أبو سعيد سنة 286 أبو سعيد هذا كان مجرمه هذا رجل أحل الحرام وحرم الحلال وأظهر الزنا حتى بالمحارب لم يقف الأمر عند هذا الحد بل سفك دم الحجيج أي هجم على الحجيج هو من معه فذبحوا الكثير منهم وقطعوا الطريق على المسلمين واستحلوا جماء الموحدين من الرجال والنساء والأطفال وعطل شرائع الدين أنظروا لم يقف الأمر عند هذا الحد بل جعلهم يعبدونه من دون الله وأمرهم بالصلاة عليه حتى أن أتبعه كما قال أبو الفرج بن الجوز رحمه الله كانوا إذا ذكر أبو سعيد يقولون اللهم صلي على أبي سعيد صلى الله على أبي سعيد وإذا صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم يحزنون ويغضبون ويقولون له تأكل من رزق أبي سعيد وتصلي على محمد على أبي القاسم انظروا يقولون تأكل رزق أبي سعيد أي أنه الإله أي أنه الرزاق تأكل رزق أبي سعيد وتصلي على أبي القاسم ويغضبون ويحزنون ولما مات هذا الأفاك الأثيم بنوا على قبره قبح ووضعوا على القبة طائرا من الجس صنعوا كلا من زي ما احنا بقول من الاسمنت والجبس صنعوا طائرة وقالوا إذا طار الطائر هذا خرج أبو سعيد من قبره أي أنهم يزعمون أن أبا سعيد سيخرج من قبره يوما ما لكن متى حينما يطير هذا الطائر ويكون طائرا حقيقيا بروح ولذلك وضعوا سيفا ورمحا وسهاما بجوار قبر أبي سعيد ظن أن أبا سعيد سيخرج للبشرية بأسرها وسينشر اعتقانه وسيذبح الموحدين والموحدات ولا حول ولا قوة إلا برب البريات هذا المجرم جاء من ظهره ماذا جاء مجرم بشع من ظهر هذا الرجل من نسل هذا الرجل ولذلك فإن الأرض الطيبة لا تنبت إلا طيبة لا تنبت إلا طيبة وإن الأرض الخبيثة لا تنبت إلا خبثة كما أن الشوك لا ينبت إلا شوك وكما أن التين لا ينبت إلا تين جاء من نسله مجرم عطل هذا المجرم العطل هو أبو طاهر انتهينا من حمدان قرمط جه من نسله أبو سعيد جه من نسل المجرم أبو سعيد هذا أبو طاهر أبو طاهر القرمطي هذا رجل له حال عجيب في سبعة من ذي الحجة سنة تلتمية وسبعتاشر احفظوا معي هو في سبعة من ذي الحجة سنة تلتمية وسبعتاشر هجم على مكة في تسعمائة من الرجال جاء تسعمائة من الرجال بتوع من منطقة الإحسا ثم هجم على مكة ودخل مكة وفي يوم الاثنين يوم الطروية نحن بنا نسميه اليوم الثامن من ذي الحجة الاستعداد للحج في يوم الطروية ويوم الطروية هو أول أيام الحج ويكون بمنا في هذا اليوم فاجأهم أبو سعيد وهجم على أهل مكة حتى أنه قتل في الطريق في الشعاب والأودية من أهل مكة ومن غيرها ذبح خمسة وثلاثين ألفا من الرجال والنساء والأطفال هذا أبو طاهر ما كانت ينظر على الإطلاق هذا طفل شأنه شأن الكبير شأن الصغير إذا رأى أمرأة ذبحها وإذا رأى رجل ذبحه وإذا رأى طفلا صغيرا ذبحه بلا قلب لعنة الله عليه أبو طاهر اللعين هذا قلت ذبح في الطريق خمسة وثلاثين ألفا وسبى في الطريق من النساء والأطفال خمسة وثلاثين ألفا ثم اتجه إلى الكعبة وكان الحجيج يطوفون حول الكعبة في هذا الوقت يعني لا لا على أنه مش في التروية في اليوم الثاني اتجه بجنوده فهجم على الكعبة انظروا وكان المسجد مليئا الكل بيطوف والمكان مليء 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 فلما هجم يقولون نخس فرسه ثم سفر له فبال الفرس في المسجد الحرام ثم استل سيفه ونادى في أصحابه فأخذوا يحصدون الرجال والنساء من الطائفين من الراكعين من الساجدين من الموحدين نعم ما كان يرحم أبدا ذبحهم يتعلقون بالكعبة ويصرخون ويقولون أتقتل جيران الله في حرم الله يقول لا لستم بجيران وليس بجار من خالف الأوامر وانتهى ثم حصدهم حصد قيل ذبح ألف وسبعمائة والرواية الصحيحة ذبح حول الكعبة ثلاثة عشر ألف ذبح ثلاثة عشر ألف ثم وقف على باب الكعبة وأمر باقتلاعه فاقتلعوه ثم أمر بالميزاب فصعد رجل لإسقاطه إلا أن رجل سقط ميتا على الأرض فقال دعوه فإنه محروس إلى أن يخرج صاحبه اللي هو المهدي المهدي اللي عندين يعبدوه ولا في مهدي حقيقة عند غير أهل السنة المهم قال دعوه حتى يخرج صاحبه فإنه محروس ثم وقف على باب الكعبة وقال يا حمير للموحدين يا حمير أنتم تقولون عن هذا الحرم من دخله كان آمنا وأنا فعلت ما فعلت ثم أمر بالذبح طارة أخرى فذبح أعدادا حتى أنه رجم بئر زمزم بالجثث ثم غط المسجد بأسره بالجثث ثم بقي الجثث فألقاها بالخارج دون تغسلها أو صلاة عليها لم يقف الأمر عند هذا الحد بنسبة لهذا المجرم بل وقف على باب الكعبة وصرخ قائلا أنا بالله وبالله أنا أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا الله أكبر ثم يصرخ ويقول أين الطير الأبابين أين التي ترمي بحجارة من سجيل أين قوله من دخله كان آمنا ثم خرج فأمسك رجل بعنق فرسه وهو يحتسب نفسه عند الله وقال لا يا هذا ليس الفهم هكذا من دخله كان آمنا أي أمنوه فلوى عنان فرسه ولم يلتفت إليه ثم اتجى إلى الحجر الأسود فضربه بدبوس فكسر ثم اقتلعه فأخذه عنده في داره لماذا أراج أن يصرف الناس عن البيت الحرام وأوهم أتباعه أن الحجر إنما هو الله لكنه يأس على مدار 22 سنة إلا أربعة أيام والحجر عندهم أهو انظروا هؤلاء المجرمون أخذوا الحجر لمدة 22 عاما إلا أربعة أيام وبقي الحجر عندهم قال أئمتنا إجماعا من أهل الترجمس أبو الفرج وحده أئمتنا وأن المسلمين في كل عام حينما كانوا يطوفون كانوا يضعون أيديهم مكان الحجر وما كان الحجر ثم استرده المسلمون بفدية قدرت بخمسين ألف دينار ذهبي وقيل بثلاثين ألف دينار ذهبي بعد 22 سنة من أخذه هذا المجرم أحل الحرام وحرم الحلال وسفك الدماء وذبح الحجيج ثم إنه تبرأ منه المهدي الذي كان بإفريقيا ثم نزع الطاعة من العبيديين ثم كان على الرفض والعياذ بالله ولذلك أحذر من الروافض أحذر من الروافض أحذر الكبار أحذر أولياء الأمور أحذر المسؤولين أقول اقطعوا أعناقهم ابطروا أيديهم خلصوا الأرض من نجسهم لا تتركوهم لحظة واحدة فهم إرهابيون مجرمون حيثما حلوا أو حلوا المهم أنتهي من هذا بإذن الله جل وعلا وأن تقلوا إلى مسمى بعد ذلك على فكرة هذا الرجل كان يريد أيضا أن يقتنع وأن يأخذ مقام إبراهيم إلا أن السدد تأخفوه فلم يستطع أن يدركه وحزن لذلك حزنا شديدا لعنت الله عليه وقبحه الله جل وعلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلم شيخانا كيف حالك الله يحفظكم الله يبرك فيكم برس الله فيك أسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين من أنسار هؤلاء اللهم أمين وأن ينجينا من شرورهم اللهم أمين كما أسأله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك أمين أمين وإياكم شيخانا تسمح لي بسؤال فضلي ما رأيك في هذه القصة التي وردت عن الإمام ناسع المدني أنه كان إذا قرأ القرآن خرجت من فيه رائحة الطيب فلما سئل عن ذلك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ القرآن في فيها ومنذ هذه الرؤية وأنا كلما تكلمت خرجت من فيها رائحة الطيب أرجو تحقيق هذه القصة منك ذكرتها بإذن الله في كتاب لمن أراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب أنا أعرضه للمسلمين جميعا في خطبة الجمعة القادمة لا تكون في حدائي المعادي في مجمع الخليبراهيم نعم وهي ثابتة وأثبتت صحة إسندها خلافا لمن قال بغير ذلك وهي صحيحة إن شاء الله صحيحة إن شاء الله بزاكم الله خيرا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فضل ألو فضل فضل هي ليست بدعة يعني اسمعها مني على سبيل السرعة هي ليست بدعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى لما سئل عن ذلك تحدث عن الفاضل والمفضول وبين أن التسبيح على يد أفضل على اعتبار أنها تأتي يوم القيامة ولها نور يشهد لكن مسبحة المسبحة لا نميل على الإطلاق بقول من قال بدعة أبدا أبدا بل نحن مع قول شيخ الإسلام رحمه الله وكان الإمام المقدسي رحمه الله لو مسبحة لو علدت لك من أئمة السنة الكبار من الذين كانت لهم مسابح عظيم جدا ولذلك لا نميل إلى هذا الرأي الذي يتشدد ويقول بأنها بدعة لكني أنصح الموحدين جميعا أن يسبحوا على أيديهم أي على أصابعهم وأن يتركوا ذلك للأجر العظيم وللشهادة يوم القيامة ولها نور السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا سيدي وحبيبي وشيخي وأبي وأحبك في الله أسأل الله أن يبارك في عمرك وأن يحفظك وأن يتولاك ويرعاك ونورت ليبيا أسأل الله أن ينور حياتك ويبارك فيه جزاك الله خيرا بارك في عمرك أسأل الله أن يجعل حياتك نورا وأن يبارك لك في كل شيء وإياك يا شيخنا أريد بس توضيح يا سيدنا نعم قصة المدعو البدوي حاضر ورزاكم الله خير رزاك الله كله خير على سبيل السرعة جدا لأنه لي خطبة كاملة موجودة على الموقع في ترجمة هذا الرجل أنه ولد بقرية فاس بالمغرب في ناية سنة 595 بناية 596 كان أبوه شعيا إسماعليا وكان على الضرب وجاء إلى الطن الدت اللي طنت الحالية يعني في الحوليات على أساس برضو ما نحزن مع بعض ما ركع الله ركع ولا سجد الله سجدة وترجمة كاملة في خطبتي على الموقع بإذن الله جل وعلا أدخلوا بإذن الله جل وعلا في مادتي العلمية وأقول ولهم اسم سابع الخرمية هكذا الضبط بنسبة للمتني إن شاء الله جل وعلا هذه تدعو إلى ماذا؟ إلى حط أعباء الشارع ورفع التكليف يعني معنى تقول له مثلا الشارع التقطة دي كذا لا لا مهم مهم ربنا غفور رحيم التكليف عليك كذا لا 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 مش مهم رفع عني التكليف وهكذا كشأن الأول الذين ذكرتهم والقصد من نية هؤلاء هو إحباط الشارع وترك الشارع والخروج من الملة والعياذ بالله جل وعلا آخر حاجة إحنا منقول اسم الثامن التعليمية تعليمية طائفة تقول بأن العلم لا يتأتى إلا من قبل الأئمة المعصومين يعني تعلمون الروافط مثلا يكفرون البخاري يكفرون مسلم يكفرون أبا داود وتلميذ والنساء وبنماج وبن أبي شيء والجميع والخطيب وكل لا دوا الكفار ولا نأخذ منهم اتخذ من من ولكن نأخذ الأحاديث من الأئمة المعصومين فإن الأئمة المعصومين ما في أحد له عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت العصمة بموت محمد صلى الله عليه وسلم ولا عصمة لأعاد المهم هؤلاء يزعمون ذلك لماذا؟ للتنصل وللخروج من السنة بأسرها فإذا ما أخرجك من السنة أخرجك وشككك في كتاب الله جل وعلا فإذا ما وصل الشك إليك في كتاب الله جل وعلا خرجت من الملة والعياذ بالله وهذا هو قصد الطائفة عليهم لعنة الله جل وعلا المهم التهبت عشان أخلص هذا الباب التهبت جمرة هؤلاء الباطنيين سنة 494 هجرية سنة احفظ معاي سنة 494 هجرية التهبت التهبت واشتعنت وبدأوا يخططون ويفكرون والعياذ بالله استفحل أمرهم أكثر بأصبهان بأصبهان وهذه المناطق لا يأتين منها خير والعياذ بالله جل وعلا كما أن بلاد فارس لا يأتين منها الخير اللهم إنا نعوذ بك من شرهم ونضرأ بك في نحورهم اللهم اكفناهم بماشي المهم هؤلاء الناس قال أبو الفرج رحمه الله وقال أصحاب الحوليات كانوا يسرقون أهل السنة ويقتلونهم أجلكم مثال ذكره أبو الفرج وغيره في أن الموحد من آل السنة كان إذا لم يعود إلى بيته إلى صلاة العصر يعلمون أنه قتل يبقى الذبح مثل ما كان بيحدث في بلدة إسلامية شقيقة قريبة لما سيطر الروافض عليها مع الصليبيين كانوا يفعلون ذلك ولا زالوا المهم كان الواحد منهم إذا تغيب إلى صلاة العصر ولم يعود إلى داره يعلمون أنه ذبح وقتل والمثال الأقرب لذلك كانوا يتتبعون رجلا رجلا كفيفا كل يوم الرجل الكفيف يقف على ناس يتشارع الرجل دي إذا رأى شابا فتيا من الموحدين من آل السنة يقول له بني بني إني لا أرى أوصلني الطريق طبعا آل السنة نصطيبين جدا ما عنده بالمكر ولا الخبث ولا الإجرام ولا الحقد ولا الغل اللي في قلوب البطنين أو روافط يقول خذ بيدي يا بني يمشي معاه إلى أين يا عمى هنا يا بني هنا يا بني يشير له من طريق إلى طريق حتى يأخذه إلى دار تسكنها امرأة عجوز وبها من الشباب أكثر من أربعين شابا فإذا دخل معه أغلقوا الباب عليه وذبحوا الشاب ودفنوه لأنهم صنعوا سردابا تحت الأرض فلما كثر القتل تتبع أهل السنة ذلك فأمسكوا بالأعمى فواصلوا معه إلى دار المرأة العجوز فوجدوها تجلس على حصير فرفعوها من فوق الحصير فرفعوا الحصير فوجدوا سردابا يهبط إلى بطن الأرض أخرجوا منه أربعين جثة لأربعين من شباب أهل السنة أرأيتم إنه حقد دفين إنه حقد تاريخي وأنصحوا هذا الذي يجري في القنوات الكبرى غير الإسلامية ويقوم بعمل ندوات يبرئ فيها ساحة هؤلاء ويطعن في أهل السنة أقول اتق الله اتق الله كنت أن أشك فيك في أنك رافضي اتق الله تعلم تماما أني أقصدك اتق الله في أهل السنة ما تركت بلوى إلا ونسبتها إليهم وما رأيت شرفا إلا ونسبته إلى هؤلاء المجرمين وأحذرك هذا آخر تحذير عندي لأني سأفضح أذكارك إن لم تكف عن ذلك المهم هداكم الله المهم تهبت جمرة هؤلاء فسانوا يفعلون بأهل السنة الأفاعيل من ذبح وتشريد وتقطيل وخيانات حتى ظهر اللعين المدعو الحسن ابن الصباح حسن ابن الصباح هذا كون جيشا جرار من هؤلاء قالوا قال أبو الفرج أيضا ما كان ينتخب إلا الأغبياء في ناس كلا تجد عندها غباوة إيه رأيك الرافد والكويسين ها كويسين يعني يعني تكره معاوي اها كراه تكره عثمان اكراه يجب اهو نائل الأغبياء دول أغبياء أغبياء وحمق فانتخب من الأغبياء عشرين ألف نفس فلما علم الخريفة بذلك وبتهديد هذا بدأ المجرم بخطة ألا وهي قتل العلماء أولاً زي برضو اللي بيحدث في بلدة قريبة مننا لما الرافد تمكنوا أول شيء ذبح العلماء والأئمة والخطباء خلص المجتمع ليه عشان تنشر فكرك الإجرامي ويبقى سهل على الناس المهم أنهم بدأوا بذلك وذبح من العلماء الكثير وذبح من الأمراء الكثير فأرسل إليه السلطان رسوله أن توقف عن ذبح العلماء وعن ذبح الأمراء وإلا فقال لرسول المندي تعال معي لرسول السلطان تعال معي ثم دخل على الأغبياء الجيش الكتائب بتاعته على الأغبياء ثم نادى على غبيئين منهم وقال تعالى أنا أمرك لأجل المهدي أن تقتل نفسك لأجل المهدي مهدي إيه مهدي عندنا نحن آل السنة ومعرف الصفات وكيد مهدي اللي عندك ده لا مهدي ولا مهم قالوا اذبح نفسك فأتى بسكين ثم ذبح نفسه ولم يتأوى قالوا أدى واحد ثم نادى على الثاني تعالى ألقي بنفسك من فوق القلعة فطار وألقى بنفسه فنزل ممزقة يعني نزل قطع قطع الأنظر إلى ولاء هؤلاء لهذا أدنى الولاء بلغ السلطان أن عندي من الأنفس أكثر من عشرين ألف على هذه الطاعة العمياء وبالفعل والعياذ بالله جل وعلا ذبح الكثير من العلماء ذبح الكثير من الأمراء فعل الأفعيل بأمة المسلمين ولذلك الله الله في الترقب لهؤلاء الله الله في كبح جماح هؤلاء والتاريخ يعيد نفسه ولذلك أخرجت مجلدي والذي هو تحت عنوان الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام سنة بسنة أفضح فيه بشائع هؤلاء وإجرام هؤلاء في أهل السنة على مداري التاريخ حتى لا يقول متخلف أو جاهل إنها ورقة سياسية أو إنها ورقة خارجية أقول له يا غبي انظر لقد أتيتك بتاريخ منذ أكثر من تسعمائة عام ونجاي سنة بسنة سنة بسنة فأين كانت الأوراق أين كانت الأوراق السياسية أين ولذلك فإن النصيحة واجبة انتلقا من الحديث في الصحيح الوارد في الصحيح من طريق أبي سعيد الدين النصيح قيل لمي يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولذلك أنصح نصيحة الولد لأبيه أنصح نصيحة الصغير للكبير أنصح كل ولي أمر أن يطهر أرضه من رجس هذه الأفكار ومن إجرام هؤلاء ومن حوادث هؤلاء وأن يطهرها من أرهاب هؤلاء ووالله لو تركت لهم فرصة لأخرجوا كبتا وغيظا وحنقا وهما على المسلمين ما رحبوا طفلة ولا امرأة ولا كهلة ولا هرمة ولا عجوزة على ظهر الأرض إنهم لا يفرقون على الإطلاق وتاريخهم معلوم مفضوح وتاريخهم معلوم مفضوح وحيث ما حل فكرهم في مكان إلا ورأيت فيه الدماء والأشلاء والذبح والقتل والقيانات والغدر تجهى فكرهم إلى بلدة شقيقة انظروا يذبحون فيها كما تذبح الخراف آناء الليل وأطراف النهار اتجه إلى اليمن ترى فيها الآن دماء وأشلاء وفي كل مكان يتجه الفكر ترى ذلك ولذلك فإني أؤكد الشكر طائرة أخرى للمسؤولين عندنا في أن نكون على قلب رجل واحد ضد هؤلاء الإرهابيين ولا نسمح لغشوم واحد من أصحاب هذه الأفكار أن يظهر على أرضنا الطيبة المباركة لا لا بل نقول بعدا للقوم الظالمين ولذلك أئمتنا إجماعة أئمتنا إجماعة يحذرون من كيد هؤلاء على مدار التاريخ ووالله لو كان الكلام عبارة عن خطب رنانة أو عن كلمات جذابة أو عن عود خلابة ما تكلمت بهذا الكلام على الإطلاق ثانيا لأني درست التاريخ الجيدة ووقفت على أفكار هؤلاء وعلى عقائد هؤلاء ولأني درست مناظرات هؤلاء وعرفت كيد هؤلاء ومكر هؤلاء وخذت هؤلاء فإني أحذر من كبدي لا أقول من قلبي فقط بل من كبدي أحذر أهل الأرض من كيد هؤلاء وفكر هؤلاء وإجرام هؤلاء فوالله ما قرأت في التاريخ أخبث من هؤلاء ولا أشد جرم من هؤلاء ولا قرأت عن حقد جفين في قلوب أحد أكثر من هؤلاء ولذلك لن يكون هناك أبدا أبدا تغاون مع أصحابي هذا الفكر والحمد لله الذي نجى أرضنا من كيد هؤلاء ونجى أبناءنا من كيد هؤلاء وأنصح بقية القنوات ألا تكون بوتق أو دعاية لشبهات هؤلاء بل يجلس الرأس من هؤلاء مع الواحد مننا حتى ننسفه بالأدلة النسفة وحتى نسقط كيانه وحتى نجك حصونه فإذا فضحناه على الملأ بأفكاره اكتفينا بذلك وإلا تحولنا إلى دعاية لفكر هؤلاء دون أن نشعر فالحذر الحذر ولذلك وقفت عند هذا الحد في شرح الكتاب في حلقة الليلة حتى أحذر أقول أحذر من السماع إلى أدلة هؤلاء يومية أحذر من سماع شبهات هؤلاء يومية فإنها تسكن القلوب المريضة والخسيثة والخبيثة والقلوب متفاوتة أعطيكم مثالا على ذلك ربما يقول إن كلامهم تافي لا يدخل القلوب أسألكم ألا يوجد الملايين لا أقول الألاف أو مئة الألاف من الذين يعبدون الفرود كيف انحطت عقولهم إلى عبادة الفرود ألا يوجد ملايين يعبدون البقر ولا يعبدون رب البشر كيف تدنت عقولهم هكذا التفاوت ألا يوجد على ظهر الكوكب الأرضي من يجعلون مع الله إلها آخر ويثلثون يوجد ألا يوجد على ظهر الكوكب الأرضي من يتبعون الججاجلة يوجد ألا يوجد على ظهر الكوكب الأرضي من يعبدون علي من دون الله جل وعلا يوجد إذن القلوب تتفاوت ولا تستوي ولا تتحد على الإطلاق ونحن نقول دائما إن الوقاية خير من العلاج ولذلك فإني سأمضي في الكتاب بإذن الله جل وعنى على هذه القدم بإذن الله وسأنطلق من هؤلاء إلى الخوارج أيضا حتى لا يقال إننا تركنا التكفيريين أو تركنا الخوارجة أبدا سأمضي على الضرب بللالة الكتاب ودلالة صحي السن وبفهم سلف الأمة بإذن الله جل وعنى ونحن هنا في القناة لا نعبر عن جماعة من الجماعات أبدا بل نبرو إلى الله من التفتت والتمزق ولا عن حزب من الأحزاب ولا عن طريقة من الطرق بل نجعو إلى الإسلام نجعو إلى الوسطية والاعتدال وأنا لي بإذن الله جل وعنى انطلاقا من رج الفضل إلى أهله بإذن الله جل وعنى وحتى لا يكون الكلام قائما على هذه الأمور المأساوية التاريخية التي نذكرها الآن وقاية لأهلين من أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا أنا لي بإذن الله جل وعنى أن أزرع أملا في صدور الموحدين ونقول بإذن الله إن الدعوة قد انفرجت والحمد لله جل وعنى وإن نور الإسلام قد اقتحم الأقطار والأمصار في أوروبا في أمريكا في سائر البلدان في بقية إفريقيا في بقية آسيا إلى آخره وبإذن الله جل وعلا لن يصحى إلا الصحيح وإن الإسلام بإذن الله بل إن منهج الموحدين من أهل السنة والجماعة هو الذي يقتحم الأخضر واليابسة في كل مكان وإن القرآن شهد على ذلك بإذن الله جل وعلا ومن أجل هذا أنا لي أن أرد الفضل إلى أهله من باب ما ورج في الحديث الصحيح من لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر الناس لم يشكر الله أقول بإذن الله جل وعلا كنت في ليبيا من ثاني يوم العيد إلى قابل أول أمس وذهبنا في مسابقة الفاتح العالمية لحفظ القرآن وتجويده وهي أكبر مسابقة عالمية في حفظ القرآن وتجويده وطبعا كان العلماء والحفاظ وأئمة القراءات من سائر بقاع الأرض وكنا من مصر يعني بشرف الصحبة مع والدنا الحبيب سيد الدكتور المعصراوي وكان معنا أيضا أستاذ الحبيب الدكتور الجندي رئيس المجلس الشؤون الإسلامية كان معنا طبعا من كل دول عالم لا أستثني ولا أن أذكر دولة حتى لا يقل أنني تركت دولة بعينها وكان معنا طبعا من قطر الدكتور يوسف القرداوي والمهم الجملة كانت موجودة والحمد لله جل وعلا فوجيت بأمور عجيبة أعلم أن عدد السكان في ليبيا هو خمسة مليون خمسة مليون وقفت على حقيقة عجيبة أن ليبيا هي بلد المليون هي بلد المليون حافظ بلد مليون حافظ فيها مليون حافظ لكتاب الله برواية قالون مليون يا جماعة عدد السكان كله خمسة مليون وما لا يعرفه الناس عدد المتمين لحفظ القرآن بالكامل وهذه الصور اللي هي على الشاشة هي طبعا بعد محاضرتي هناك واجتماعي الأحبة عليها وهكذا طبعا حضور طيب جدا وناس يعني ما شاء الله عندهم شفافية عالية جدا عدد اللي حافظين برواية قالون في ليبيا يا جماعة عدد الحافظ فقط مليون ورأينا امرأة عجوزة هذه المرأة تبلغ من العمر سبعين عاما أمي يا جماعة لا تقرأ ولا تكتب تحفظ القرآن عن ظهر قلب تحفظ القرآن عن ظهر قلب هذه المرأة سبعين سنة أمي لا تقرأ ولا تكتب تحفظ القرآن عن ظهر قلب بأكده تحفظ القرآن عن ظهر قلب بالرواية قالون يا جماعة بل الأكثر من ذلك أنهم أخذوني إلى التعليم يكتبون القرآن في الألواح لازالوا على ذلك ما شاء الله وجلست طبعا مع الجهابذة وإمة القراءات وأطلقت العنانة بإذن الله في شرح أنزل القرآن على سبعة أحرف وأقول حتى بالنسبة للمسؤولين جزاهم الله كل خير بدءا من الأخ العقيد معمر القذافي رأيت منه اهتماما بل وقفت على حقيقة ما كنت أعلمها أن الرجل يحفظ القرآن كابلا برواية قالون ولما صل في إفريقيا كان يصلي أشهد الله جل وعلا أني لا أجامل أحدا أبدا وأنتم تعلمون أني لا أخشى في الحق لوم تلائم لا أخشى من رئيس أو وزير أو غفير بل رأيت رجل يحفظ القرآن كاملا برواية قالون ولما صل بمئة ألف في إفريقيا سمعت القراءة حتى أن الشيخ المعسراوي يعني كان يعجب جدا من حفظ الليبيين ومعايا بل الأمر أكثر من ذلك بلما ذهبنا بإذن الله أطلقوا لي العنان جزاهم الله كل خير حتى في يوم الجمعة في اليوم الواحد يعني مثلا جعلوني ألقي درسا قبل الجمعة ونقلته لداي ثم انتخبوني من بين الأشيخ جزاهم الله خيرا طبعا أشيخ من 63 دولة انتخبوني لإلقاء خطبة الجمعة تلقى مباشرة من مسجد الدولة في قناة الجماهيرية ليبية وألقيت الخطبة من قناة الجماهيرية ليبية والحمد لله جل وعلا وكانت لله الحمد تحت عنوان العزة بالاعتصام ثم ألقيت بعدها درسا بعد صلاة العصر وجز الله الأخ وزير الأوقاف الأمين العام سيد إبراهيم عبد السلام خير الجزاء على ما قام من تسهيل ليب الدعوة في طرابلس وفي بن غازي وفي الجبل الأخضر في كافة بقاع ليبيا ألقيت المحاضرات والحمد لرب البريات وجز الله أيضا جز الله خيرا إخوة في بن غازي على الدعوة الطيبة التي يقومون به وفي الجبل الأخضر بالذات بارك الله في الأمين هناك لأخي الشيخ سالم وعلى الدعوة الطيبة المباركة وعلى الحضور المبارك في هذه البلدة الطيبة المباركة وإني أشرح صدور الموحدين بما أذكره الآن ولذلك أقول حتى في المسابقة في اليوم الختام الأخير بكنا طبعا بنكرم المتقنين اللي اكتب له حفظا وتجويدا رأيت طفلا من روسيا هذا الطفل يا جماعة يعني كان عندنا في اللجنة هذا الطفل ما تعدى الثامنة من عمره تقول له ما اسمك لا يفقه ما اسمك ما يعرف كلمة بلغة العربي ما بلدك ما يعرفش ولا كلمة له عربي يحفظ القرآن عن ظهر قلب تأكيه بالمتشابهات يحفظ كن بيوتا حفظ من الألف إلى الياء من الفاتحة إلى سورة النسل لا يخطئ خطأا واحدة هذا كان أعجوبة أعجوبة حفظ القرآن في سنة واحدة وهو لا يفقه كلمة باللغة العربية حفظ القرآن في سنة كاملة وسعدت أيضا بفوز الشاب الصغير الإيراني السني ولو كان غير ذلك ما ذكرته على لساني السني السني بإذن الله جل وعلا المهم وعلى رفقة الأخ الحبيب الشيخ المقداد وعلى يعني بصراحة يعني ما استطعت أن أذني على هؤلاء ولكني فرحت بليبيا لأنها الأولى على مستوى العالم الإسلام الحين في حفظ كتاب الله وتجويده وتجويد حتى مثالة الشيخ المعصرة وتعلمت اللي من سنين من سنين وهم الأول على ظهر الكوكب الأرض بالنسبة لدول العالم وفاز الأول شاب طيب مبارك الأخذ الأول على مستوى العالم شاب بليبي رأيت تواضعه أتى إلي وقبل يدي وأنا جالس في السيارة ثم أتى إلي فأخذته إلى صدري فرأيت الولد متقنا لكتاب الله جل وعلا بالروايات ولذلك الله الله هذه العزة هذه العزة قادمة من كل بلاد الإسلام من كل بلاد المسلمين وجزاهم الله خيرا على تكريمهم لنا يعني استثنونا بأربع شهادات جزاهم الله كل خير فهي طبعا تحمل على الرأس وجزاهم الله خيرا والآن أنا لي كما عودت الجميع أن أقول أن خطبة الجمعة بأكد على الساس الحملة اللي أيمى على النقاب خطبتي تحت عنوى النقاب بأدب وبسماحة وبحكمة وبموعظة في مجمع الخليل إبراهيم بالمعاد عن النقاب لأجل الحملة القائمة وأقول للمخالفين كونوا على رأسي إن كنتم على استعدال لمناظرتي فقط هذا ما أقوله للجميع وآن لي أن أقول القصيدة كما عودت الجميع حتى نعيد العزة وحتى نجسد الموضوع في هذه القصيدة السريعة بإذن الله جل وعلا وآن لي أن أبتدأ القصيدة وأنتم تعلمون أن البراء كان رمزا ولذلك أبدأها بأين البراء فأقول أين البراء فقد هجم ليل وأقبلت الظلم وسودت الآفاق حتى حار فيها من حلم وتوالت الأوغام فينا حاملات كلهم لم يبق فينا مفصل إلا تخلع أو رزم لم يبق فينا مئزر إلا تمزق وانخرم هذه يجي مشلولة ولسان حالي قد بكم والناس يا رباه أضحوا في الحظيرة كالغنم يلغو بها الراعي الغشوم ويستبد بها صنم ويذوجها عن دارها لص وتحسبه حكم أين البراء فقد طمى خطب وضد المزدحم وتناوبت فتن على أهل القرى والظلم عم والمسلمون تمزقوا الشيعا وأضحوا كالنعم يلغو بهم داع غشوم جاهل لا ينهضم حتى غدوا لا شوكة لهم وتهاب وتحترم لم يبق من أهل سوى شبح يعيش بغير دم مات الحياء وسكرت أبصارهم عن كل ذم وتعطلت أسماعهم وتلوموا في من هدم وتوسموا النصر المؤذر بالمدائح والقلم ونسوا بأن الله ثم السيف للنصر الأتم ونسوا بأن الله ثم السيف للنصر الأتم أين البراء أيا جنود الله يدركم الألم أين الأقوة والمحبة والكفالة والرحم أين القناعة والشهامة والرجولة والكرم باتت بلا معنى وضاعت في سوالي في القدم أضحت حكايات يروق سماعها لمن انهزم أين البراء أحبتي يمضي ويمتشق القسم فالنصر ليس بهوجة بلغاء أو خفر الذمم والنصر ليس تعلة للنفس كافرة النعم هو للجنود المؤمنين بربهم وذو الهمم للمسلمين الطائعين الصاعجين إلى القمم الذاكرين الله في خلواتهم أهل القيم المخبتين لربهم صدق الرجولة والشيم للماجدين الباذلين حضوظهم لأخ وعم أكرم بهم جندا إذا حم الفدا كيفا وكم هم قلة في القلق لكن لا يجاريهم علم هم فتية قد آمنوا بالله واجتنبوا الحرم لو أقسموا يوما على رب السماء لأبرهم لو أقسموا يوما على رب السماء لأبرهم ثم في نهاية حلقة بإذن الله جل وعلا أود أن أقول للجميع بإذن الله أود أن أقول للجميع بإذن الله سأخذ الآن المداخلات وتعمدت أن أختصر درس اليوم لأنه غاية في القطورة وإن نسيا فالعذر عندكم لأني أعطيتكم كبد الموضوع وحذرتكم ونصحتكم والآن أستقبل المداخلات وأجيب عليها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام وحياكم الله جزاك الله خيرا أن كل من تبتع منك وجزاك الله كل خير أريد منك الدعاء إن شاء الله أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يتولاك وأن يرعاك وأن يحفظك وأهلك طيب حاضر هو في الكنترول أنا أعطيه قبل الدخول مباشرة للكنترول جزاكم الله خيرا السلام عليكم السلام عليكم طيب إلى حين تجتمع المكالمة مرة ثانية أود أن أقول بإذن الله جل وعلا إن العلم الشرعية ليس عبارة فقط عن القصص أو الروايات أو الأشعار أو ما شبه ذلك بل إن العلم في غاية الأهمية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نريد حلقة عن الحج يا شفنا نعم نريد حلقة عن الحج حاضر ونريد الدعاء للمسجد الأقصى بارك الله فيك حاضر ساكم الله كل خير يعني بالنسبة للمسجد الأقصى بالذات يا جماعة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالطيب كيف حالك حياك الله وبركة فيك يشد الله أنني أحبك في الله أحبك الذي يحتني من أجله ونورت شاشة الرحمة أنت اللي منور الدنيا ربنا يحفظك لا أنا خادم لكم جميعا لا ترابكم أنت على رأس يا حبيبي والله يا شيف طبنا الشيك وعفيتك أمين وإياك ولك مثل يا حبيبي ربنا يحفظك أسأل الله أن يقهرهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم ونمكن لأهل السنة في كل مكان شفاك الله وعافاك وبارك في بدنك اللهم أمين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أحبك الذي يحتني من أجله ما عليش نريد بس كلم عن الكلام الذي يكتب في الجرائد اليومية عن مساعدة النقاب بس حاضر شيخ فاضي في الأظهر يعني من بحشة كل اسمه على الشاشة يعني معك أم محمد من سوريا أهلا وسهلا يا أم محمد بس عندي ثلاث أسئلة فاضلي تفضلي بس عن صحة أو عن تشرحلي شوي عن حديث عن المرأة اللي بتدخل على أسر الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويسأل عنها بتطلع امرأة تأيمت على أولاد لها تطلع إيش تقول إن امرأة تأيمت على أيتام من لها آآآ نعم صحيح صحيح وعن زكاة الزهب اللي بيجي على شكل هدية أيوه وجزاك الله خيرا جزاك الله كل خير حاضر أوى بنسبة لزكاة الزهب على أساس الثاني هذا السلام عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا حياك الله وحافظك أحبك بالله أحبك الذي يحتني من أجله أسأل أعذر أحضرك بس على حاجة فضل فيه خلاف في العذر بالجهل فيه إيه اختلاف في قضية العذر بالجهل آآ فيه خلاف طبعا بينه للعلم في قضية العذر بالجهل آآ فضل ربنا أكرمك أجير تحت أمرا شكرا لكننا نعذر بالجهل آآ جزاك الله كل خير واللي مش بيحذروا بالجهل يا شيخنا والله يعني أسأل الله جل وعلا يعني أن يرفع الغطاء عن أرصارهم وأن يتقوا الله جل وعلا وأن يقرأوا ما كتبه ابن حزم وما كتبه الشيخ السلم تيمية وما كتبه الإمام الشافعي يعني لو عددت لك نيفا يعني فوق الخمسين فوق المئة لأئمة المسلمين فضلا عن الأجلة من الكتاب والسنة أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم أرسى الله وبركاته أهلا وسهلا كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله وبركة فيه أرسى الله عز وجل أن يحبك بالله أحبك الذي يحتني من أجله شيخي الله يبارك فيك بس أرجو أن يتوضح يعني حقيقة النقاط وحقيقة الحجمة المنظمة حول النقاط أي نعم حاضر على الأخرى الله يزي خير ومنذلك الأخرى أرجو أن توجه وبالنسبة لسؤال الأختي في زكاة الذهب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخونا نريد سلسلة كمثلا في الخالجية لماذا تشيعون؟ حاضر على رأسي زاك الله خير زاك الله كل خير بالنسبة للذهب الذهب يا جماعة ببينه اختلف العلماء طبعا الجمهور على أن الذهب إذا كان لزنة والتحلي فليس عليه زكاة بخلاف الأحناف وتبع الأحناف الكثير من آل سنة والجامعة من آماتنا حتى اللجنة الديمة حتى يتكبر العلماء على ذلك بأنه عليه زكاة سواء كان لزنة أو التحلي أو سواء كان للتجار أو ما شبه ذلك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري الكامل ونصاب الذهب هو 86 جرام من الذهب بإذن الله الخالص طبعا إذا حال الحول على هذا النصاب بإذن الله وجب إخراج الزكاة منه سواء كان لزنة أو التحلي لماذا؟ لأن الأدلة ولأن الآثار التي بلغت 13 آثارا إنما هي ثابتة في إخراج الزكاة ولذلك رأي الأحناف هو المقدم على رأي الجمهور في تلك المسألة بإذن الله جل وعلا والصواب مع الأحناف في المسألة ورأيهم راجح وما دونهم هو المرجوع بالنسبة لحديث الذي ذكرته الأختي قبل ذلك هو حديث صحيح بإذن الله جل وعلا بالنسبة للمسجد بقى الأقصى المسجد الأقصى لن يحرر من أيدي المجرمين من أيدي المشركين اليهود الملاعين لن يحرر لا بالخطب الرنانة ولا بالشعرات الجذابة ولا بالوعود الخلابة ولا بالمؤتمرات ولا بالنجوات ولا بالمصالحات فإن اليهود لا عهد لهم ولا أيمان ولذلك أرى أن الأمة ما دامت على التشرذم ما دامت على التمزق لن تستطيع أن تحرر نفسها بشفاقة المسجد الأقصى بل إن الموحدة ما استطاع أن يحرر نفسه من فوق سريره إن الأمة لا بد أن تعود إلى قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نحن صرنا عبار عن دول ودويلات وإمارات لا تغني ولا تسمن من جوع بل صرنا دول ودولات وإمارات صنع المستعمر بيننا حدودا وأوهمنا عليها بالقتال وصرنا كالثذج والبلهاء بل صر الواحد مننا لا يستطيع أن يدخل دولة عربية إلا بالفيزا بشق الأنفس ويأتي الكافر الأوروبي أو الأمريكي فيدخل بدون الفيزا على الإطلاق أي راح من بيننا أين نحن من حديث النبي المثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم أنا السعودي الكويتي اليمني الباكستان الأفغاني الفلسطيني الأوردني كلنا واحد واحد فيش أنا مصري أنا مسلم وهذا مسلم هذا أخي وانا أخوه المؤمن للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا وتعاونوا على البني والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدواء لكن نبكي ويبكي أشعروا بالقصائم على المسجد أقصى وإن الأمة ممزقة حتى في فلسطين نرى تمزيقا بين السلطة وبين حماس تعسا لسلطة يتقاسم عليها هؤلاء ويتقاتل عليها هؤلاء يتقاسمون سلطة وهمية وخيالة ومتحدوا على عجاء الله جل وعلا فضلا عن الأمة ماذا قدمت الأمة للأقصى إن العار العار وإن شنار شنار على هذه الأمة إذا تركت الأقصى بهذا الشكل وأقول للكبار يجب أن يكون الجميع على قدر المسئولية من التوحد والاعتصام بحبل الله جميعا وأن نكون بإذن الله على قدر الوقوف في وجه العدو وأن نحجم أمره وأن ننتصر لله جل وعلا أمان وأن نتشار الذن وأن نتفرق وأن تصير فضائحنا على شاشة الفضائيات وفي المجلات وفي سائر الأخبار يكتب هذا عن ذاك ويتهم هذا ذاك ويتهم هذا ذاك ونصر بهذا الحال إننا أمة متردحة إننا أمة نعيش خيبة أمل إننا أمة نعيش ما بعد الأصفار إن أربعة ملايين من أبناء يهود الملاعين دوقونا واجعلونا نقوم ولا نقعد ونقعد ولا نقوم ماذا جرى إن أربعة ملايين لا يساوون رجلا في سوق النخاسح جعلونا بهذه الصورة آن لنا أن نتحد آن لنا أن نعتصم آن لنا أن نطهر أرضنا من الخوارج من التكفيريين من الروافض من الأحزاب التي تدعي الديمقراطية وتأتي بالأعداء على ظهور الدبابات في بلادنا تحت مسمى أنها معارضة وبالإعلام المزيف الذي يعمل لصالح هؤلاء من الطابور الخامس لا علينا أن نتماسق قادة ومقودين حكاما ومحكومين إحنا بالحاكم كتلة واحدة وكل دولة بالحاكم وأن يتحد الجميع تحت مظلة واحدة لا مظلة مصرية ولا مظلة سعودية ولا مظلة كويتي ولا مظلة إيرانية أبدا الكل تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة أن اتحدنا على ذلك لن نكون بحاجة إلى القطب الرنانة ولا الوعود الجذابة ولا الكلمات الخلابة ولن نكون بحاجة إلى بيت أسود نحتكم إليه ولا أمم متحدة أبدا بل إن القوة في يد العزيز نصرح بإذن الله جل وعلا ولذلك أخاطب أهل فلسطين من الأحبة من الطيبين أن يصيروا لحمة واحدة أن يصيروا قبضة واحدة وناشد هؤلاء وناشدوا الفرق جميعا وناشدوا الطوائف جميعا أن يتحدوا تحت مظلة واحدة أن يتحدوا تحت مظلة واحدة وأن يكون الهجف واحدة وناشد الأمة بأسرها أن تتكاتف مع هؤلاء وأن تقف مع هؤلاء في وجه هؤلاء الملاعين لتطهير المسجد الأقصى وإلا فإننا سنبكي حيث لا يشجي البكاء وسنبكي حيث لا يشجي البكاء وكل أمل وكل أمل في المسلمين بإذن الله وكل أمل في أن الأمة ستستيقظ من سباتها وستقوم من رقدتها وستنتصر أسأل الله جل وعنه أن يبارك في الأمة وأن يحفظ المسجد الأقصى وأن يعيد لنا الأقصى الأسير من أيدي اليهود الملاعين وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات ويكتب لنا الشهادة على عثبة بابه اللهم أمين اللهم أمين غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته